في الذكرى السابعة لاستشهاده تشرئب الأعناق إلى عبد الرب الشداد بينما يحن التاريخ قامته وقبعة الإجلال حتى ينسى أن يعيدها إلى رأسه ذلكم عبد الرب الشداد الذي استوفى نصاب المجد واحتوى فخار الفروسية فنالها من أقصى أطرافها المستحيلة وبكامل أركانها العسكرية في القيانة والحنكة والإقدام وهنا سيرة استثنائية فذة لبطل حضاري وفارس ملحمي ولد من إلى ذات الأساطير العتيقة ومن حفريات النقوش السبائية على رخام المآثر الغافرة وهنا القائد الشدادي ليس لأنه مؤسس الجيش الوطني وحارس المكتسبات الجمهورية ولا لأنه من مواليد 63 تسعمائة وألف العام الأول بتقويم ثورة سبتمبر بل لأنه عبد الرب الشداد الاسم الذي لا يعني شيئا آخر غير اليمن كل اليمن بيته وجميع الشعب أهله منتميا منذ طفولته السبتمبرية إلى القيم العالية في مصاف الإنسانية العالمية والقومية العربية والهوية الإسلامية على أن اليمن هي القطب الذي تدور حوله كل الامتدادات والأبعاد ولعبد الرب الشداد هالات من الإشعاع الذاتي التي تشهد على نقاء جوهره الإنساني وأصالة معدنه الذي يلتمع أكثر عند مثال النفع وحين لا يشق له غبار وعلى أنه ابن مأرب وفلذة ترابها الطيب وفي البيئة ما يكفي من مقومات الامتياز الحضاري وأصالة القبيلة الجذر الذي تفرعت منه أغصن الشعوب العربية وفيها من قيم الرجولة التي تولد طبعا لا تطبعا في أجيالها ما ليس إلا لأولي البأس الشديد وشددي فكرة لا تموت ومشروع نظال يؤتي بطولته كواكب من الفرسان الشجعان مر المستقبل وهو هنا وهناك وهؤلاء السائرون على خطاه اقتداءا واقتفاءا واهتداءا فأن اتجهت فثمت الشدادي متأبطا جيلا ويحمل وادي ترجمة نانسي قنقر